هي ايقونة ساحة التحرير وأم المتظاهرين منذ انطلاق الاحتجاجات في العراق أم علي عراقية أخذت على عاتقها الطبخ للشباب المحتجين لم تنفك أم علي وهي تحضر الوجبات لأبنائها المطالبين بحقوقهم ولم يغب طبخها عن الساحات طوال الفترة الماضية لكن يبدو أن ذلك لم يرق للبعض حيث عمدت جهات مجهولة إلى اختطاف تلك الأم العراقية غاب نفسها الطيب في الطعام عن ساحات الاحتجاج ما دفع المتظاهرين إلى المطالبة بالكشف عن مصيرها وسبب اختطافها متظاهرين سلميين ودائما نشوف شيوخنا نشوف شبابنا نشوف الموجودين بساحة التحرير دائما يخطفون ها استحنا النوابة يجينا على أم علي؟ أم علي الخطفة؟ أم علي شنو أم علي؟ أم علي سياسية؟ أم علي شنية؟ أم علي تسوي تركيب للمتظاهرين تخلي المظاهرات سلمية وإحنا موجودين مثل ولدها مثل خوانها هاي المرأة ليش تختطوا؟ المتظاهرون استبشروا خيرا برئيس الوزراء مصطفى الكاظمية مطالبين إياه بإنصافهم والتحقيق بمصير أم علي مؤكدين أن الشعب هو المساند الأول والأخير للحكومات وليس المجتمع الدولي مرة فقيرة تجي تطبخ للعالم تفيد العالم لا أكثر ولا أخذ أما تجون تأخذونها ما نجل مصيرها وين ما وين والصار ما صار بيها يعني إحنا نتأمل خير بيك أيه سيد الكاظم أنت رجل بعد ما نعرف خيرك من شرك ونتأمل من عندك كل خير إن شاء الله تعاون هاي الجماهير والجماهير يكون يعاك ترى المساند الأول ولأكير ترى مو الدول والله الشعوب اللي هي الثان الشعب هو اللي يحميك ومنذ الساعات الأولى لتوليه منصب رئاسة الحكومة أقدم مصطفى الكاظمي على خطوات جريئة صبت في دلو المتظاهرين كان أبرزها توجيه القضاء بإطلاق صراح الموقوفين من المحتجين إضافة إلى تعهده بمحاسبة قتلة المتظاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر